حتى هذه المساحة الجغرافية الصغيرة ضاقت بطلاب العلم لا عام دراسي جديد في اليمن تقول يونسيف فالعنف أغلق جميع أبواب المدارس في وجوههم إلا إذا جاءها نازحا الجيل الناشئ لا يتعلم سوى كيفية الهرب من الموت في زمان الحرب وكيفية التشرد نازحا في الأماكن المخصصة لتعليمه في المدارس أما الباب الآخر لدخول بوابات المدارس بأن يكون مسلحا مستنفرا للدفاع أو الهجوم فقد تحول البعض منها إن لم يكن الأغلب لثقنات عسكرية بالرغم من جهود حثيثة تفذلها الحكومة الشرعية لتسليم المدارس وبدء العملية التعليمية فيها تماما كما كانت قبل الحرب منظمة يونسيف قالت إن أكثر من أربعة ملايين طفل يمني مهددون بالحرمان من التعليم في العام الدراسي الجديد وأضافت أن العنف المتصاعد في اليمن أدى إلى إغلاق واحدة من كل عشر مدارس في مختلف أنحاء البلاد إلى جانب وجود نقص كبير في الكتب والمواد المدرسية الأخرى لافتة إلى أن ما يقدر بمليوني طفل منقطعون حاليا عن الدراسة أما المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كيرت كابليري فقال في بيان إن ثلاثة أرباع المدرسين لم يتلقوا رواتبهم منذ ما يقرب من عام كامل ما جعل العملية التعليمية على المحاك في إشارة إلى الإضراب الشامل عن التدريس في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوث والمخلوع إضراب وانقطاع رواتب ونزوح وحرب كلها عوامل جعلت التعليم في أسفل قائمة أولوية المواطنين فأي تعليم سيقبلون عليه؟ ولا أحد منهم يستطيع ضمان روحه ومأكله ومكان يؤويه يؤويه